كل ديره من اللي الدير اللي في العالم لها طريقة في كيفية محاربة الفساد والمفسدين ولكن ان تحذف واحد وتطق بطماط هذه غريبة في محافظة ويكوم في لندن يقومون اهالي المنطقة بوزن المحافظ يوزنونه يحطون الميزان عشان يوقف عليه ويطالعون اذا زاد وزني عن اول ما مسك فمعناته انه بدأ يأكل من اموال الشعب او اموال المواطنين فلذلك يسوي شون عقوبته ياخذون الطماط ويقومون يحثون عليه وكل مفسد في ادارته اما رئيس الفلبين الحالي شو يسوي عد هذا اشرس واحد فيهم شو كان يسوي او حاليا شنو يسوي يقول اي ضابط او شرطي او هذا في المطار ياخذ رشوة شو قام يسوي فيهم ما يسوي لهم شي ياخذهم يقول له يروح الجزيرة هذه حاربوا ببوسياف وجماعته والامر من هذا شو يسوي ياخذ المفسدين من حواليه من القادة ياخذ المالكوبتر وهو بنفسه يقول يدزهم حتى يطيحهم ويذبحهم يبي يقضي على الفساد صد شراسة